الماضية أن تمنح بعض التغيير في مصاري الدور الاحترافي المغربي بعد انهزام المتصدر للفتح الرباطي تعادل المطارد المباشر للمغرب التطواني أجر الأمور إلى مقبل الضورات الجولة السادسة والعشرين لن تحيد عن هذا الطرح وستبقى على النهج الذي سيمكن من إفراز الملامح المتصدر والفريق الذي سينزلق إلى القسم الثاني تفتتح الجولة بموراة الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي هم واحد يجمع الفريقين فوز وثلاث نقاط السعي إلى احتلال إحدى المراكز المتقدمة في صبورة الترتيب سيجعل كل فريق يبادل بجدية نحو شباك الآخر وبأقدير يستضيف الحسنية شباب المسيرة قمة أسفل الترتيب إن صح التعبير الفوز فيها أمر لا نقاش فيه كلا الفريقين روحان المكان بالمنطقة المكهربة وتلاث نقاط الدورة السادسة والعشرين كفلة بأن تمنح الفائز باصيس الأمل للهرب من غيهب أسفل الترتيب أولمبي كاسفي يستضيف أولمبي كخريبغا الفوز في المباراة يمنح صاحبه الدفئة وسط الترتيب العام المعقد أولمبي كاسفي حقق نتيجة مهمة دورة الماضية ويسعي لتأكيد نجاعته خط هجومه بيد أن أولمبي كخريبغا لن يردخل هذا المنطق وسيجند كل الآليات لتحقيق مراده إلى فاس حيث يصدف المغرب الفاسي النادي القنيطري مصار مختلف للفريقين هذا الموسم سيما في الأطوار الأخيرة فريق المدينة العلمية رفع السقف عاليا ويرى في التنفسها المركز الأولى أمرا لا محيد عنه في وقت سيكون أمام النادي القنيطري إمكانية تأكيد أحقيته في ارتداء لباس الكبار الوداد البيضوي وبعد مبارته الساخنة دورة الماضية أمام الجيش الملكي يحل ضيفا على شباب الريف الحسيمي في محاولة للتقدم في صبورة الترتيب إلا أن المهمة تبدو في غاية الصعوبة شباب الحسيمة لطالما شكل العائقة ردي عرق الفرق الكبرى بميدانه مباراة شبه محلية بمدينة مكناس بين الكوديم والواف هي فرصة لجمع بعض النقاط والاستقرار في مكان آمن بالترتيب العام الجولة السادسة والعشرين تستأنف الاثنين بمبارتي اتحاد الخميسات الفتح الرباطي والرجاء البيضوي للمغرب التطواني مبارتان الفوز فيهما يزين ذهب للفرق الأربعة والأنفاس ستحبس في أوساط المحبين بكل تأكيد ملامح البطل قد يتجلل بعض منها خلال الإذنين المقبل اشتركوا في القناة